السلام عليكم ورحمة الله ازايكم وتابعين الكرام عاملين ايه رب دايما تكونوا بخير هنتكلم النهاردة في الفيديو عن حالة الاعلام معتز مطر ونقلانه الى العناية المركزة بعد اصابته بكورونا والخبر التاني هو عن الفنان القدير الجميل ايمان البحر درويش بعد اصابته بشلل نصفي هنشوف تفاصيلنا وايه تطورات الحالات بس الاول نصلي على رسولنا عليها افضل الصلاة والسلام ونبدأ بالخبر الاول نقل معتز مطر للعناية المركزة بعد اصابته بكورونا تم نقل الاعلامي معتز مطر للعناية المركزة بعد اصابته بفيروس كورونا هو كان اعلن على صفحته انه مش هيقدر يظهر على الشاشة يعني لعدة اسابيع وده بعد ما حست بضيك في التنفس وانسداد في الانف وكتب بعد تزر لحضراتكم عن الظهور في مع معتز الليلة والعدة الليالة مقبلة اجريت فحص كورونا اليوم والنتيجة ايجابية والحمد لله كثيرا لا تنسونا صالح دعائكم ونلتقي على خير قريبا ان شاء الله هو حالته تدهورت جدا وتراجح حالته الصحية خلال الساعات الماضية واضافت المصادر انه تم وضع تز مطر على اجهزة التنفس بعد مواجهته ازمة كبيرة جدا في الجهاز التنفسي الذي تأثر بالاصابة بفيروس كورونا هو عنده ضيق تنفس شديد جدا ده ظهر عليه خلال الساعات اللي فاتت تم وضعه على اجهزة التنفس طبعا اتمنى الشفاء العاجل لي ولا اي مصاب كورونا وبرضو بأكد لحضراتكم انا هنا في القناة بنقل كل الاخبار سواء انت مؤيد او معارض مع الشخص ده فالشخص اللي انا بقدم له الخبر ايا كان مين ولكن دوري هنا ان انا قلق انقل الاخبار لكل الناس انا بتمنى له الشفاء هو وكل مصابين كورونا ولكل مرضانا الموت والمرض مفهوش شماتة كلنا معرضين ليه في اي لحظة وبعتذر لو طولت على حضراتكم والخبر التاني المؤسف جدا للأسف وهو عن الفنان الجميل ايمان البحر درويش بس من فضلكم قبل ما اكمل الخبر ما تنسونيش بلايك واشتراك لو سمحتم تعرض الفنان ايمان البحر درويش لازمة صحية شديدة خلال الايام الماضية تم نقلق على اسرها الى احدى المستشفيات الكبرى بالقاهرة بنته امنية طلعت وهي اللي كتبت كل التفاصيل وقالت ربنا انكز والدي من الموت المحقق ومن شلل نصفي طولي في الجانب الايصر هو فعلا حصل للأسف شلل ولكن الحمد لله الاطباء قدروا يستحوزوا عليه وكتب هو كان على صفحته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك دعوتكم بتمام الشفاء اخواتي واحبائي خالص شكري وتجديري لكل من دعا لي بالشفاء بفضل الله ورحمته وكرمه ودعاء الصالحين شكرا جزيلا لكل من ساعدني واخصه بالذكر والشكر الدكتور جمال ودكتور حسام الابراشي والاخ الحبيب وليد عبد الوهاب وضاف الفنان الجميل ايمان البحر درويش للأسف انا مكسل شوية في العلاج الطبيعي واحتاج دعوتكم وتشجيعكم لاستكمال العلاج الطبيعي وبإذن الله وتوفيقه هرجع اهم يعني افضل من الاول هو طبعا يعتبر من احد اهم مشاهير الطرب هو جده هو الفنان المصري الذي يلقب بفنان الشعب الفنان سيد درويش ربنا طبعا يشفيه ويشفي كل مريض بإذن الله الحاجات اللي حصلت له دي يعني اولا هي بتاعت ربنا بس هو كان جاله نزيف حاد في المخ والسبب كان حصل شوية مشاكله طبعا هو كان نقيب المعنى التمثيلية لمدة سنتين في حياته اتهمه وقتها انه هو اختلس امواله كان المبلغ 4000 جنيه ولكن بعد كده ثبتت براته وكان قاله ان الفنان هاني شاكر بينه وبين بعض مشاكل وهو السبب في كل ده ولكن الله اعلم النقطة دي بالتحديد ولكن انا بنكر لحضراتكم ما ذكر ايمان البحر درويش من موليه 18 مارس عام 1955 هو من احد اهم المشاهير واهم الناس المحترمة المؤدبة بجد فنان محترم ومؤدب جدا بطلب من حضراتكم ما تنسوهوش بالدعاء لانه طلب بجده وربنا يشفيه ويشفي كل مريض باذن الله وبنته الجميلة امنية كمان طلعت بتبكي في بس مباشر الكلام ده من كم ساعة بس وبتطلب والدها الدعاء وتشجيعه انه هو يكمل العلاج الطبيعي لانه حاليا متوقف عنه خالص وما بيعملش اي علاج طبيعي طبعا احنا عايزينه يرجع اكوى واحسن من الاول ان شاء الله بقدرة ربنا هيعود افضل من الاول ربنا يشفيه شكرا جدا لحضراتكم سلام عليكم ورحمة الله